موسيقى السلام عليكم دخلت القضية السورية في منعطف جديد بعد إطلاق تركيا عملية درع الربيع ضد قوات النظام السوري رداً على قتل الأخير جنوداً أتراكاً في قصفين الأسبوع الماضي وبالنظر إلى أهداف العملية التي بيّنها الرئيس التركي رجب طيب أردغان ومسؤولوه بدءاً من حماية الأمن القومي التركي ومروراً بوقف مذبحة النظام بحق المدنيين وانتهاءاً بوضع حد للهجرة فإن من المراقبين من يشكك في قدرة أنقرة على تحقيق هذه الأهداف جملة واحدة لكن السؤال الأهم في سياق ذلك كله هو كيف ستكون سوريا بعد عملية درع الربيع أسئلة يمكن أن تصاغ أجيبتها العملية في القمة الثنائية المنعقدة في موسكو بين تركيا وروسيا وهي قمة يراها مراقبون مصيرية بشأن مسار الصراع في سوريا وربما المنطقة في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نبحث عملية درع الربيع وقمة موسكو وحال سوريا في ضوء هذين الحدثين أهلاً بكم تصعيد غير مسبوق في سوريا بعد هجوم قوات النظام السوري على القوات التركية في إدلب والذي خلف ثلاثة وثلاثين قتيلاً وأكثر من ثلاثين جريحاً في صفوف الجنود الأتراك ليأتي الرد سريعاً ومزلزلاً من الجانب التركي الذي غير الموازين في ضربات ضمن سياق عملية درع الربيع فأسقط للنظام طائرتين مقاتلتين ودمر ثلاث منظومات للدفاع الجوي وأخرج مطار النيرب العسكرية في حلب عن الخدمة بعد قصفه بطائرات مسيرة تركية وقتل المئات من قوات نظام الأسد وبذلك يكون النظام السوري قد دفع الثمن غالياً بحسب ما قاله الرئيس التركي يأتي ذلك بعد أن أمهل الرئيس التركي رجل طيب إردوغان النظام في دمشق إلى نهاية الشهر شباط الماضي للخروج من مناطق خفض التصعيد التي حددها اتفاق سوتي بين أنقرة وموسكو والتي لم تنسحب منها قوات النظام معولة على ضغوط الروسية على تركيا من جانب آخر سيطرت قوات المعارضة السورية على عدة بلدات بعد معارك عنيفة خضتها ضد النظام في ريف إدلب وكبدته خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات كما أعلنت سيطرتها على العديد من القرى في سهل الغاب بريف إحما وزير الدفاع التركي خلوصي أكارا الذي أكد أن بلاده ليس لديها نوايا أو أهداف لمواجهة روسيا لكن أهدفها الوحيد هو وقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد ومنع تدفق اللاجئين مشيرا إلى أن عملية درع الربيع حققت أهدافها وهي مستمرة في ظل هذا التصعيد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من الخطر المتزايد مع مرور الوقت في سوريا وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة فالمدنيون سيدفعون الثمن الأشد فداحة وأن الحاجة الملحة تستدعي وقفا فوريا لإطلاق النار قبل أن تخرج الحالة تماما عن نطاق السيطرة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا من جانبه وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات في محافظة إدلب معلنا استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة من أجل إنهاء الأزمة يأمل السوريون في مناطق المعارضة الشمالية البلاد بتغيير يرجح كفتهم ويصب في مصلحتهم لذا فهم يدعمون عملية درع الربيع من خلال خروجهم في تظاهرات داعمة لمواقف أنقرة في مناطق تابعة لمحافظة إدلب رافعين أعلام تركيا والثورة السورية وفي خضم استمرار المعارك في سوريا تأمل أطراف كثيرة ولو ببصيص أمل نحو قمة إردوغان بوتين في موسكو للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في إدلب للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأساتذة سمير نشار عضو الائتلاف الوطني السوري السابق وسمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي التركي وعبر الشاشة من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام أبدأ معك أستاذ سمير يعني الآن خرجت للتو خرجت القرارات يعني حتى بالكاد لم نقرأها جيدا الاتفاق أهم في هذه القرارات في قمة موسكو بين الرئيسين التركي والروسي أنه وقف إطلاق النار حالا ثم إقامة منطقة آمنة شمال بين اللاذقية وحلب 6 كيلومتر وجنوبه 6 كيلومتر كيف تقيم هذه القرارات الآن؟ نعم مساء الخير لجميع أولا شكرا أن أصدفها مرة أخرى بإجازة يعني تقويمي أنا حتى أعرف ما جرى والنتيجة برأيي طبعا تفاهم أولي على مواصلة المفاوضات أو التفاوض لاحقا تفاهم أولي في إطار بعض النقاط الأساسية مفاوضات حول ماذا لاحقا؟ لاحقا على نقاط كثيرة وشروط كثيرة تريدها أنقرة وتروحات ومواقعات مرتبطة بهذه القرارات؟ مرتبطة بهذه القرارات بينها مثلا موضوع المنطقة الآمنة في هذا النقاش لم نسمع كثيرا كيف ستكون العمليات نقطة ثانية مثلا عمليات درع الربيع التي بدأتها تركيا بأي اتجاه ستقدم ما الذي سيجري؟ سنبحثها بعد يعني في أكثر من نقطة غير واضحة لذلك أنا قلت لك التعريف تفاهم أولي على مواصلة التفاوض لاحقا لكن في إطار التفاهم الأولي ما الذي يوجد؟ كما أشرت أنت أيضا نقطة أساسية وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليل الليلة سيبدأ عمليات لكن في مشكلة المراقبات وقف إطلاق النار كيف ستكون؟ من الذي سيراقب عملية التنفيذ كيف ستكون؟ لم نعرف كثيرا بعد نقطة ثانية في غاية الأهمية كما أنا فهمت الخط الدولي M5 لم يتم التطرق إليه هذه نقطة تحمل معها أيضا علامة سؤال آخر أنه لماذا؟ يعني ما المقصود بعدم بترك موضوع M5 جانبا؟ هل هذا يعني أنه لاحقا سيكون هناك نقاش تركي روسي جديد حول التفاصيل بشأنه أم لا؟ هذا الموضوع لأنه مرتبط أيضا بموضوع المنطقة الآمنة نقطة ثالثة أيضا تركيز كان كما تبعنا على M4 M4 كما أشرت أنت أيضا قوة تركيا روسية مشتركة تقوم بمهام المراقبة على خط الأنفر بالجانبين الشمالي تركيا والجنوب روسيا الآن في نقطة أيضا في غاية الأهمية سوتي ما هو موضوع سوتي ومصير السوتي؟ القيادات السياسية خلال المؤتمر الصحفي جددت تمسكها باتفاقية سوتي لكن في حقيقة أيضا مشكلة أخرى موجودة على الأرض أنه سوتي بحلته القديمة بشكله القديم من الناحية المدينية العسكرية الأمنية السياسية تم تجاوزه بشكل واسع جدا نقطة لن أطيل كثيرا أعرف أنني أطيل موضوع أبراج المراقبة التركية لم نعرف أي كلمة بشأنها يعني تركيا حركت القوات جزء من أسباب تحريق القوات كان موضوع المنطقة عفوا أنا براج المراقبة وإبعاد النظام من هناك الآن كيف ستكون هذه المسائل؟ لا أعرف يعني ربما الأستاذ سمير أو العميد رحال عندهم إجابات على هذه التساؤلات سأعود إليك وللأستاذ أحمد والأستاذ سمير يعني قبل هذه القمة صرح الرئيس التركي بأن ما سيصدر عن هذه القمة سيرويح المنطقة والتركية والسوريين تقييمك وأنت المعني بشكل مباشر بما يحصل في سوريا تقييمك لهذه القرات هل ستريح المنطقة والسوريين برأيك؟ أنا أعتقد هناك أحتمال أن تريح فقط المدنيين بتوقيف عملية القصف والنزوح نحو الحدود التركية وخاصة إذا علمنا أن لا يزال هناك ربما أكثر من مليون مواطن مدني موجودين في مدينة إدلب وقف إطلاق النار سيرويح هؤلاء أكيد لكن بالعودة لأسباب نبع الرضية التي طالب بها الرئيس أردوغان بالانسحاب إلى ما قبل حدود سوتي وإلى ما بعد نقاط المراقبة التي تصل إلى حدود موريك موريك لم يأتوا على ذكرها نهائيا هدود وقف إطلاق النار بالمناطق التي حاليا موجودة فيها القوات سواء كان قوات النظام السوري أو قوات المعارضة أو القوات التركية والميليشيات الموجودة في الطرف المقابل إيرانية وميليشيات روسية إذن وقف إطلاق النار في الحدود التي وصلت إليها حاليا أما انزار الرئيس أردوغان أنا أعتقد تم أغفاله لم يعد يأتي هناك على سيرته فبالتالي ربما من السابق لأوانه تقييم بشكل دقيق لكن تقييمك الأولي تقييم الأولي أنا أعتقد أن الأهداف الأساسية التي طالب بها الرئيس أردوغان لم تتحقق حتى منطقة آمنة بحدود 30 كيلومتر وهذا كان دائما تصريحات مكررة على طول الحدود السورية التركية المشتركة لم تتحقق لم نسمع من التصريحات أن هناك مسافة منطقة آمنة 30 كيلومتر من الحدود التركية في عمق الأراضي السورية لأنها تصل إلى حدود مدينة إدلب ما هو وضع مدينة إدلب؟ ما هو وضع الفصائل؟ سواء كان الفصائل المعتدلة أم المتشددة والمتواجدة في داخل مدينة إدلب ما هو؟ وهي متشددة في التصنيف الروسي طبعا في التصنيف الروسي الجميع متشدد كل من يعارض النظام فهو أرهابي في تصنيف الروسي طيب أريد أن أبحث هذا الموضوع معي من إسطنبول أستاذ العميد أحمد رحال أهلا وسهلا بكم عميد أحمد يعني تركيا أدخلت نحو 15 ألف جندي إلى سوريا وشغلت الطائرات المسيرة وقصفت المدافع يعني حيدت بالتعبير التركي نحو 3300 أو 400 جندي ومقاتل سوري وميليشيات أجنبية إيرانية إلى آخره يعني كل هذه المعطيات هل تنسجم مع القرارات التي خرج بها قمة موسكو برأيك؟ مساء الخير تحياتي لك ولضيفك الكرام مساء الخير لكل أستاذ المشاهدين أهلا وسهلا بالتأكيد إذا ما أردنا حساب كمية الحشود التي وضعتها تركيا في الداخل السوري أو على الحدود التركية وكمية المقدرات العسكرية إن كان آليات سقيلة أو آليات تشويش أو معدات حرب الكترونية أو طائرات درون بالإضافة إلى القواعد الجوية التي رصدتها يعني الجميع قال من أنه إذا ما كانت هناك حرب تركية داخل أراضي السوري فهذه القوة قادرة على الوصول إلى دمشق في أقل من أسبوع وبالتالي إذا ما أردنا المقارنة بينما حصلت عليه اليوم القيادة التركية في موسكو وبين القوى التي رصدها نجد أن النتائج دعني أقول أنها متواضعة على الأقل إلا ما أقول كلمة ثانية بسبب يعني نحن وعدنا من أن كل المناطق التي كانت ما قبل الهجوم الأخير ما قبل النقاط التركية حدود انتفاق سوتي هذا شرط للعملية التركية وإلا ستكون هناك عملية وهناك فرق دعني أفرق ما بين عملية درع الربيع وبين العملية التركية عملية درع الربيع هي عملية مخصصة للانتقام للجنود الأتراك الأربعة وثلاثين الذين قتلوا في سراقب ومحيطة وفي منطقة بليون أما العملية التركية التي حشدت لها تلك القوى وموسكو نفسها قالت من أنها تعادل قوة فرقة ميكانيكية فرقة ميكانيكية مدعومة بأكثر من مئة طائرة دروم بيرقدار وأنكا ووجدنا من أنها لا تأثير فعال إضافة إلى أسراب الـ F-16 أنا أعتقد أن النتائج غير موجودة أضيف لما تفضلي به أسادة الضيوف من نقاط ما تزال مجهولة الـ M5 النقاط التركية يبقى هناك نقاط أيضا مهمة تعودنا واعتدنا خلال كل الاتفاقيات السابقة وخاصة التي يكون طرفها النظام أو الروس أنهم يحتاجون إلى آلية رقابة ومحاسبة كل اتفاقية الأستنى وسوتي وجدنا من أنها اتفاقيات فاشلة لأنها لم تستطع أن تضبط الحركة لم تستطع أن تضبط إيقاع تحرك ميليشيات إيران وحزب الله ونظام الأسد وأحيانا حتى الروس كانوا يخرقون هذه الاتفاقيات وبالتالي اليوم عدنا إلى نفس النقطة اليوم ما هي آلية الرقابة والمحاسبة ما هي آلية الضبط ما هي آلية المتابعة نقطة أهم تتحدثون أو تحدثوا عن عودة اللاجئين أين سيعود اللاجئين سيعودون إلى مناطق يسيطر عليها نظام الأسد أو بين هلالين الشرطة العسكرية الروسية والتي هي عبارة عن شركة فاغنر المرتزقة أو مقاتلية الشيشان يعني أنا أعتقد أن هناك كثير من الفجوات لكن بالمطلق دعني أقول كي لا أكون صاحب نظرة سودوية حتى الآن نحن قرأنا العناوين العريضة هناك ملحقات هناك وفود اجتمعات على مدار ست ساعات وبالتأكيد هناك مفردات لم نقرأها أيضا واضح من أن الاتفاق على مراحل المرحلة الأولى تبدأ بوقف اطلاق نار والخط أنفور وثم عودة لاجئين في مرحلة لاحقة ومن ثم قد تكون هناك كلام عن حدود المنطقة الآمنة قد يكون هناك انسحاب لأن النقاط التركية لم يقل انسحاب بل قال تعديل مواقع النقاط التركية كم سيكون هذا التعديل؟ نقطة موريك اليوم خلف النظام بأكثر من 15 كم هل ستقدم 15 كم لتصبح في جبل الزاوية مثلا؟ وبالتالي دعنا ننتظر التفاصيل وننتظر الملحقات فقط تبين لنا المجاهل التي لا نعلمها الآن طيب سنبحث هذا أيضا بعد الفاصل لكن أريد أن أتوقف معك أستاذ سمير بالنظر إلى الأهداف المعلنة التي عبر عنها الرئيس أبدوغان شخصيا أنه وقف الهجرة والأمن القومي التركي الحفاظ عليه ثم بعد ذلك وضع حد للمجازر بحق المدنيين ما جملة المكاسب التي حققتها تركيا في هذه القرارات ثم ما جملة الخسائر إذا صح التعبير؟ يعني النقاط التي تفضلت بالإشارة إليها برأيي كلها موجودة شيئا ما بينها في هذه الاتفاقية يعني تركيا حصلت على ضبانات كثيرة في موضوع المدنيين حماية المدنيين تعطيل مشروع فكرة النزوح داخل الأراضي السورية وتعطيل مشروع الدفع النازحين للجوء إلى الأراضي التركية مشروع النظام بالتنصيق مع روسيا منذ البداية كان يأتي بهذا الشكل محاصرة إدلب إفراغ مدينة إدلب من سكانها موجات نزوح جديدة باتجاه الأراضي التركية في المنطق الحدودية ثم إجبار تركيا على استقبال حوالي مليونين أو ثلاث ملايين نازح ولاجئ سوري جديد إلى داخل أراضيها تركيا عطلت هذه الخطة هذا المشروع هذه النقطة برأيي قد تكون إيجابية لكن طبعا في عنا أكثر من علامة استفهام أيضا في طالد السؤال كما قلنا قبل قليل نقاط في الساعات المقبلة سنعرف تفاصيل عنها لابد أن نعرف تفاصيل عنها لماذا موضوع المنطقة الآمنة أين وكيف سيناقش على أي أساس الآن ستكون هذه عملية وقف إطلاق النار النظام سينسحب أم لا ينسحب تركيا مصرة عندما نفذت هذه العملية على إعادة قوات النظام إلى ما بعد سوتي إلى تحقيق سوتي أيلول 2018 الآن كيف ستتم هذه المسألة وكيف ستحل مع الروس سياسيا دبلوماسيا أم لا يعني هذه الانتفاقية في الساعات القليلة المقبلة إذا لم يواكبها تفسير سياسي تقني واضح لما جرى برأيه لن تساهم كثيرا في الحال الحالي أستاذ سمير إذا سألك سائل وهذا سؤال مطروح بأن هذه القرارة تمثل ربما حماية للأمن القومي التركي وكيف حركة النزوح باتجاه تركيا لكنها لا تمثل مصلحة للسوريين لا يكفي لا تمثل مصلحة للسوريين الذين لم تحل مشكلتهم وما زال مليون مهجر بعد أعماد القصف حتى الآن ليس معروفا نصيرهم صحيح صحيح نعم يعني لتركيا حساباتها مصالحها في الملف السوري لكن عندها حليف وشريك محلي منذ سنوات وهي تنصق معه في الملف السوري لا يمكن لتركيا أن تدخل في تفاهمات جديدة مع روسيا من محلي؟ يعني اللاعبين السوريين في المشهد السوري لا يمكن إطلاقا أن تذهب بتفاهمات مع روسيا في إطار حسابات الربح والخسارة على مستوى الشراكة التركية الروسية وتترك الملف السوري في إطار الملايين من الشعب السوري الذي راهن على الموقف التركي على الدعم التركي منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم لكن السوريين بلا قيادة الآن المشكلة هي هذه مشكلة أخرى هذه مسؤولية نقاش إذا الملف السوري كله في الجعبة التركية الآن ليس كله يعني أقصد ملف الثورة السورية ملف المصلحة الكتلة الثورية في جزء نعم من الكتلة الثورية تنصق مع أنقرة في جزء من الكتلة الثورية لها مواقف وحسابات وعلاقات مختلفة هذه أيضا حقيقة موجودة عن الأرض لكن الأهم من كل ذلك أنه لا يمكن إطلاقا لأنقرة أن تذهب بتفاهمات مع روسيا على حساب حليفها وشريكها السوري هذه نقطة ستنعكس شيئا ما بين على مصالح تركيا في المنف السوري سنبحث بعد قليل مسار الصراع في ضوء عملية درع الربيع وضوء القرارات التي تمخذت عنها قمة موسكو فاصل ثم نتابع الحديث موسيقى ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن حالة سوريا بعد عملية درع الربيع التي شنتها تركيا في محافظة إدلب ضد قوات النظام السوري أستاذ سمير الآن تابعنا قرارات موسكو التي تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تتضح ونتابع عمليا على الأرض عملية درع الربيع أين تكمن مصلحة السوريين في خضم هذه التفاعلات كلها يعني خليني أكون واضح نريد ذلك روسيا لن تخسر تركيا في سبيل النظام السوري تركيا ليس لديها القدرة على محاربة روسيا في سوريا المصالح المشتركة ما بين روسيا وما بين تركيا تجاوزت الملف السوري الملف السوري صار أحد المواضيع تفصيل هناك قضايا عسكرية واقتصادية وسياسية استراتيجية ما بين روسيا وتركيا لم يعد بالإمكان التخلي عنها من قبل الطرفين لذلك مصلحة السوريين للأسف الشديد مفقودة ليس فقط في طرف المعارضة لأنها قرارها أصبح في يد تركيا ولا النظام السوري الذي أصبح قراره في يد روسيا السوريين هم الوقود واليوم الصراع الصراع هو على سوريا وليس في سوريا على النفوذ وعلى المصالح المستقبلية في سوريا سواء كان ليس فقط كما أعتقد حاليا في شكل الأولي تبدو ما بين الروس وتركيا لكن هناك لاعبين آخرين موجودين ولهم دور من وراء بالصفوف الخلفية سواء كان إيران سواء الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان الاتحاد الأوروبي وبالصف الثالث أو الرابع ربما بعض الدول العربية كلها والحضر الغائب هو إسرائيلي ماذا يجري في سوريا والجميع عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أين المصلحة الإسرائيلية لأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الأطراف الأقليمية ليس لها مصلحة في معادات إسرائيل فبالتالي مصلحة السوريين للأسف مفقودة اليوم أنا أعتقد أن الهم الدولي هو يتركز على موضوع المدنيين وأثاره السلبية والكارثية والإنسانية موضوع اللاجئين ليس فقط بالنسبة لأوروبا وموضوع النزوح ولكن أيضا في كيفية المعالجة لأنها أصبحت أزمة دائمة إنسانية دائمة ملايين السوريين مشردين رح تتولد وتتكاثر هذه المشكلة خاصة إذا استمر الصراع اليوم كما نشهد أن وقف إطلاق النار كما ذكرت أنا باعتقادي الهدف الأساسي منه هو فقط التخفيف من حجم النزوح السكاني لأن سؤال يجب أن يطرح السوريين يفضلون العراء يفضلون أن يبيتوا في الخيار ولا يعودوا إلى نظام مشار الأسد هذه نقطة يجب التنفيق ووقوف عنده أكثر من مليون حالياً موجود في المخيمات ضمن الحدود السورية على الحدود التركية وإذا استمرت الحرب والصراع العسكري سوف يكون هناك أكثر من مليون إضافي نازح من مدينة إدلب والمناطق المحيطة فيها السؤال ماذا يتصرف وماذا يفعل المجتمع الدولي تجاه هذه الكارثة التي يراها اليوم أمامه وكيف حل في المستقبل طبعاً وإن كنت أنا من يطرح الأسلاء وجنابك من تجيب لكن هذا الموضوع ربما يكون مرتبطاً بجزء آخر طيب أذهب إلى إسطنبول أستاذ أحمد الحقيقة في الاتفاقات ثمت نقاط تحتاج إلى توضيح نقطة أساسية لماذا سكت المتفقان على قضية M5 علماًا أن M5 يدخل في نطاق اتفاقية سوتي التي ذكرت في القرار بأنه يجب الوقوف عند اتفاقية سوتي لماذا توقفوا في الحديث عن M5 طريق الدولي الذي يربط بين حلب ودمشق ثم الثاني الممر الآمن ما تفسيرك لإنشاء منطقة ممر آمن للمدنيين ماذا يعني هذا الممر الآمن هل هو للمليون مدني الذين يرابطون على حدود تركيا حتى يعودوا إلى أماكنهم أم ثم تتفسير آخر لهذا الممر يعني أول شيء من أن ننتبه على نقطة واحدة أنه أهم ما حصل اليوم هو نقطين أساسيتين وقف اطلاق نار ومنع التدهور والانزلاق نحو مواجهة عسكرية تركية روسية واليوم كما قلت أنه بوتين حكى وقال أنه نظام الأسد تلقى ضربة مؤلمة بمعنى أنه روسيا لا تستطيع السكوت على تدمير نظام الأسد وتدمير معداته وبنفس الوقت لا تستطيع الاشتراك في حرب ضد تركيا وبالتالي كان لابد من وقف اطلاق نار هلأ أنا بعتقد أنه الروس كان همهم الوصول للمفايف وهنا وصلوا وسيطروا عليه من خانشيخون حتى منطقة سراقب ومن ثم تابعوا حتى المنصورة ودخول حلب ونحوه من الحوار ونحوه من القرارات أيضا هلأ أنا بعتقد أيضا أن ضعف أداء المعارضة ضعف أداء الفصائل بمعنى أنه الروس كانوا يتوقعون مقاومة أكبر من هذه المقاومة لكن سرعة سقوط المناطق من خانشيخون حتى مارة النعمان حتى سراقب ثم نعطفوا باتجاه الداخل كفرنبل وصلوا على كانصفرة بجبل شحشبوه بجسال الغاب وبالتالي أعطى أمل للروس أن يوصلوا على الأنفور هلأ أيضا الأتراك من أن ننتبه لنقطة مهمة أن الأتراك أيضا لهم ثقوف سياسية وعسكرية محدودة هم ليسوا دولة عظمة هم ليسوا الأمريكان وليسوا الروس وليسوا الصين وبالتالي أيضا الأتراك تصرفوا وفق إمكانياتهم هلأ الأنفايف ليش ما تطمي الحديث عنها لأن الأنفايف يمين يسار هي مع النظام باتجاه الشرق هي مسيطرة عليها سابقا وباتجاه الغرب والشمال الغربي وجدنا من أنه سيطر النظام ما بين خمسة إلى عشرة كيلومتر وبالتالي على شو الدوريات بدأت تصير يعني على شو لكن الغريب بالأمر أنه اجوا على الطريق أمفور اللازقية حلب وحطوا دوريات وقالوا بدأت تكون منطقة من زوعة السلاح ستة كيلومتر من جانبي الطريق طيب هاي الدوريات الروسية بدأت تمشي مشترك مع الأتراك طيب هالدول الناس اللي قتل أولادهم واللي تشردوا ودمروا بيوتهم كيف بدأت نشوف الدوريات الروسية عابت تروح وترجع على هالطريق الدولي ويكونوا قاعدين طب عميد أحمد ماذا عن الممر الآمن هذه نقطة مهمة جدا تحتاج إلى توضيح هلأ الممر الآمن هو خدعة لو قلت لي منطقة آمنة يبقلك إلا تعريف بالقانون الدولي بمؤسيق الممتحدة الممر الآمن هاي الخدعة اللي بمرسوة الروس متل وقت اللي كان يقولوا فتحنا معابر آمنة بمعنى أنه اليوم بدون يحاولوا الروس يروجوا للمجتمع الدولي ويضحكوا عن الناس من أنه هدول الملايين الموجودين على الحدود التركية هؤلاء محتجزين من قبل جبهة النصرة أو من قبل الفصائل وبالتالي أمرون ممر آمن للوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام ليرجعوا لبيوتهم ومثل ما فضل أستاذ سمير نشار هذا الكلام مستحيل هؤلاء الناس اللي كانوا بإدلب ولا اللي يجع من الحمص ولا اللي يجع من الغوطة ولا من القنيطرة ولا من حوران هؤلاء يرفضون نظام الأسد يرفضون البقاء في مناطق نظام الأسد بدليل إنه لو رجعنا اللطامنة مورك كفرزيتا خانشيخون سراقب معارة النعمان كل مدينة تعدادها لا أقل من 200 إلى 250 ألف لم يبقى بها رجل أو امرأة أو طفل واحد أستاذ أحمد يعني أنت قلت إن الممر الأمن هو خدعة يعني من المخدوع وما غاية هذه الخدعة الخدعة هي على تركيا أو المجتمع روسيا تحاول أن تخدع المجتمع الدولي وتفهمهم من إنه هذول الأربع ملايين هذول نحن إذا فتحنا هلو مناطق آمنة هذول بدون يرجعون لعد النظام هذول بدون يعملوا مصالحات هذول بيرجعوا على قراءة هون بيرجعوا بيمارسوا حياتهم طبيعية حتى إن بشار جافري قال هذا كذب لا يوجد أربع مليون في الشمال السوري جل ما هو موجود ما بين تسعمائية وتسعمائية وخمسين ألف وبالتالي روسيا اليوم تريد أن تقول من أنها تفتح الطرق ومن أنها تفتح الممرات ومن أنها تأمن عودة الناس وهذا ما يسمى إعادة اللاجئين اللي عم تشتغل عليه روسيا الكامب الأردن أو في لبنان واليوم الحديث عن هؤلاء الموجودين بالشمال السوري كي تقول من أنها إعادة اللاجئين وعلى المجتمع الدولي أن يدفع المليارات لإعادة الأمار كما تود بموسكو طيب أستاذ سمير هل يعني هذا الاتفاق وهذه القارات يعني نهاية عمل الدرع الربيع في سوريا التركية لا أظن هي يعني برأيي مجرد مرحلة مؤقتة ظرفية سنتابعها ونرصدها جميعا كيف سيتم ترجمتها على الأرض نقطة أولى نقطة ثانية في تفاصيل كثيرة في إطار التفاهمات البروتوكولات ربما لم نعرف لم نقرأ تفاصيلها بعد لا نعرف عنها الكثير هذه أيضا علينا أن ننتظر بعض السآت لنعرف ما الذي تم التفاهم حوله أن تقول بأنها مرحلة مؤقتة حتى تكون كذلك أو حتى لا تكون كذلك حتى يعني تتم الأمور بوضوح ربما هذه القرارات تحتاج إلى ضمانات سياسية تحول دون معاودة الهجوم الروسي على هذه المناطق ما طبيعة هذه الضمانات السياسية لذلك أنا طرحت هذا السؤال على نفسي قبل قليل وقلت أنه تفاهمات وقف إطلاق النار من الذي سيضمن تنفيذها إذا ما خريقات من الذي سيحدد الطرف الذي قام بعملية الخارج وكيف سيتم التعامل مع هذا الطرف في هذه المسائل لا نعرف عنها الكثير هل هناك مواد تم الاتفاق عليها بين تركيا وبين روسيا حول مراقبة التنفيذ والتدخل عند الضرورة لإعادة الأمور إلى سابق عادية لأنها تثبيت وقف إطلاق النار أمنها لكن في نقطة هذا الاتفاق التركي الروسي هو الاتفاق حسب ما أنا أتذكر الرابع عشر من نوعه بين تركيا وبين روسيا في مسائل وقف إطلاق النار في سوريا ليس جديدا وليس الاختبار الأول يعني كلا الطرفين عنده تجربة سابقة في هذه المسائل هل الطرفين سيستفيدا من دروس السابقة من الدروس السابقة بإتجاه طرح استراتيجية تحرك جديدة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل قوي على الأرض وفتح الطريق أمام المسار السياسي هذه المرة الآن في نقطة أهم برأيي أيضا لن نرقشها كثيرا أنه الجانب الروسي يكرر دائما أهمية حماية العلاقات التركية الروسية والأتراك أيضا يتمسكون بذلك هل العلاقات التركية الروسية ومسألة حمايتها مهمة هذه النقطة هي سبب من أسباب تحريك الملف السوري نحو الحلحلة والتسويات أم أنه العلاقات التركية الروسية تحسين هذه العلاقات حماية هذه العلاقات سيدفع ثمنه الملف السوري هذه النقطة برأيه في الساعات المقبلة وقام القادمة المقبلة تحتاج إلى توضيح مفصل وشفاف من الجانبين التركي والروسي أستاذ سامير قبل أن أذهب الفاصل برأيك هل هذه التطورات كلها والتفاعلات الحاصلة سواء الميدانية أو حتى السياسية بعد قمة موسكو هل تعبد الطريقة رويدا رويدا نحو مسار سياسي جديد في الملف السوري أم أنه قضي على المسار السياسي كل الاتفاقيات التي جرت سواء كان من خلال آسيتاني ومناطق قبضة التصعيد وسوتي وبما فيه هذا الاتفاق في المقابل جميع المناطق المحررة جرى قضمة وإعادة سيطرة النظام عليها بدعم جوي روسي الانسحابات دائما باستمرار هي على حساب المعارضة وقوى الثورة وتقلص المساحات المحررة وزيادة عدد النازحي هذه هي المحصلة الميدانية والسياسية الروس يعلنون وباستمرار أنهم يريدون إعادة جميع المناطق إلى سيطرة النظام السوري لكن هذا أمريكا الموقف المعلن والناتو وتركيا عدم قبول هذا المصير أنا أعتقد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يراهنون على أن لا حل سياسي بدون موافقتهم لا إعادة أعمار ولا إعادة لاجئين إذا لم يكن هناك حلا سياسيا لكنهم جميعهم لا يراهنون على قوى المعارضة والثورة لأنهم يعرفون للأسف الشديد أنها أصبحت تحت الوصاية التركية يفضلون التعامل مع تركيا مباشرة وليس مع قوى المعارضة والثورة عمليا تركيا هي من تدعم الائتلاف وهي من تدعم الحكومة المؤقتة وهي من تدعم الجيش الوطني وهي من تدعم الجمهة الوطنية وهي من تدعم بكل شيء كل القوى الموجودة القوى الثورية نعم طيب الآن هذا ربما يستدعي الحديث عن موقف الناتو في دعمه لعملية در الربيع التي لا يتوقع الأستاذ سمير أن تنتهي فاصل أخير ومن ثم نستكمن الحديث ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا هذه عميد أحمد بعد ما تمخضت عنه قمة موسكو ما وظيفة القوات التركية الآن في سوريا في رأيك وما مصير عملية درع الربيع يعني هذا السؤال اللي اليوم ما سمعناه للجواب وهناك أكثر من سؤال ما سمعناه للجواب يعني ما عليش خليني أبدأ بهذه الأسئلة هاي دي تركيا كانت عم تحدثنا من أنه أي اتفاق قادم يجب أن هناك تحديد أو تحديد وتحييد لحركة الطيران الروسي وطيران النظام وطالبت في مرحلة ما بحظر جوي اليوم ما سمعنا شي عن الموضوع هذا النقطة الثانية دائما كانت تركيا تقول لم أعد أسق بالروس ونظام لاسهد وإيران شي طبيعي ما في سقها وبالتالي أريد رقابة دولية أيضا اليوم ما سمعناه الكلام هذا النقطة الثالثة دائما بالاتفاقيات السابقة كان يقال لنا من الجانب التركي أن هذه المنطقة منطقة خفض التصعيد منطقة وفض نار أي كانت مسمى سيكون هناك هدوء كامل على أن تلحق بالحل النهائي في سوريا يطلع علينا بشار الجعفر يتاني يوم ولافروف ليقول هو اتفاق مؤقت لمرحلة مؤقتة وسنعيد كله جغرافيا اليوم أيضا اسمعنا الكلام من لافروف واسمعناه من بوتين من أن كل الجغرافيا السورية يجب أن تعود بين هلالين للحكم السورية طيب هذا الاتفاق شو مدته؟ النقطة الأهم كل البلاوي اللي صارت بإدلب وبالشمال السوري كانت زريعتها جبط النصراء وهي تحريش شام اليوم ما اسمعنا كمان شو الوضع التبع؟ هلأ شو مدت الناتو والدعم اللي كانت ممكن تتقدم فيه تركيا طلبت أنا بعتقد طلبات تركيا من الناتو ومن الولايات من التحدة الأمريكية كانت طلبات عسكرية بقصد زج يعني جس النبض ما هو الموقف السياسي تركيا لا تحتاج إلى قوة عسكرية اليوم القوة العسكرية الموجودة بالداخل السوري قدرت 3300 قطعة سقيلة ودبابة ومدرعة ومجنزرة وهناك محطات دفاع جوي من نوع هسارة 16 كم هناك محطات تشويش هناك قوات من النخبة قوات خاصة ما بين 10 إلى 12 ألف جندي ما بين النقاط المراقبة القديمة واللي دخلوا جديد هناك ما بين 100 إلى 150 طائر تدرون جاهزين للتدخل في أي لحظة وأسراب طائرات الأف 16 والطائرات التركية طيب اليوم عاب يحكوا عن تأخير أو إعادة تموضع وخارطة جديدة للنقاط التركية نقاط التركية 12 نقطة اليوم عنا 43 نقطة تموضع وتحشد لجيش تركي الحديث كان من 1000 إلى 1500 جندي تركي اليوم عندي 12 ألف جندي تركي وبالتالي أيضا ما اسمنها الكلام لذلك قلت بداية حديث أنت أستاذ أحمد كمراقب ومتابع كثب لما يجري في سوريا رؤيتك لهذه القوات ما الدور الذي ستطلع به في المرحلة المقبلة في سوريا يعني أزرجات للتصريحات الروسية روسيا اعتبرت كل تلك القوات دخول غير الشرع إلى سوريا وأنها تخالف كل التوافقات ما بين موسكو وأنقرة وأن هذا يهدد وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وإلى ذلك وبالتالي أنا أعتقد جازم أن سيكون هناك سحب القوات لسببين السبب الأول أن الداخل التركي سيبقى في حال الترقب وفي حال التوتر طالما أن لدي قوات بحجم كبير داخل سوريا خصوصا مع 41 شهيد تركي كانوا على الأرض السورية النقطة الثانية أن روسيا لن تقبل بأن تبقى هناك عصى مسلطة عليها داخل تركيا وداخل سوريا خصوصا أن روسيا تدرك تماما أن ما حصل خلال خمسة أيام من غياب الطيران الروسي وهذا النزيف وهذا الانهيار الذي حصل لحزب الله ولإيران ولنظام الأسد واضطرت موسكو للتدخل لأن استمرار الوضع بوجود تلك القوات قد يهدد نظام الأسد وقد يهدد كل الإنجازات الروسية داخل أرض السورية وبالتالي أنا أعتقد سيكون هناك سحب جزء لتلك القوات أو دعني أقول قسم الأعظم من تلك القوات ضمن توافقات هلأ كيف ينسحبه لوين ينسحبه داخل أراضي السورية على الحدود التركية داخل أراضي التركية أعتقد سيكون من البنود يعني تركيا قالت لن أنسحب من سوريا حتى يكون هناك حل نهائي وحتى تنسحب كل القوات طيب اليوم شو بتكون تنسحبه أو لا هل هناك ضمن شرط أيضا لم يتم الحديث عن تلك المتحدة أشكرك عميد أحمد أستاذ صالح سمير الآن بالنسبة لموضوع تركيا قرارات القمة جاءت أقل بكثير من السقف الذي تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهذا واضح فيما تمخض عنه القمة السؤال هو هل لهذا إذا صح التعبير الانحسار هل له علاقة بتشكك تركي من الناتو بأنه لن يقف مع تركيا في أي مواجهة محتملة يعني برأيه كما قلت لك قبل قليل علانة تريوس بعض الوقت القصير يعني فترة زمنية قصيرة لنعرف التفاصيل أيضا إضافية حول التفاهمات حتى نحكم فعلا إذا كان أنقرة وصلت حصلت على ما تريدوه أم لا هذه النقطة في غاية الأهمية نحن نتحدث في دوء المعلن أستاذ سمير والمعلن هو أنه لم يؤتى على سيرك المعلن حتى الآن وأنه م5 لم يتحدث عنه صحيح طيب صحيح المعلن المعلن حتى الآن فيه نقاط ترضي تركيا وفيه نقاط ما زالت غامضة برأيه كما قلنا قبل قليل بوتين تحدث باستمرار عن الجماعات الإرهابية الرئيس أردوغان في خلال مؤتمر الصحفي تحدث باستمرار عن خروقات وتهديدات النظام وضرورات وقف ولجم هذه الأعمال هذه مسألة مهمة الآن كيف ستكون الترجمة أيضا لتروحات من هذا النوع الآن في نقطة أيضا في غاية الأهمية علينا أن لا نغفرها أنه هل ما يجري بالنسبة للطرفين هو ربح الوقت يعني البحث عن وقت إضافي لإكمال المشروع يعني هل هي استراحة المحارب أم فعلا تفاهمات باتجاه ترجمات مسار سياسي أمني جديد في الملف السوري هذه لذلك أنا قلت لك علينا التريث بعض الوقت تركيا لقطة مهمة برأيي لن تسمح بتحويل هذه التفاهمات إلى حرب استنزاف ضدها يعني وقالوا هذا وقالوا لذلك أنا قلت لك يعني أنه علينا التريث أنه إذا ما حاولت روسيا أو النظام أو الإيراني نحن نعرف جيدا الآن أنه في أمام أبراج المراقبة التركية ميليشيات إيرانية في الموجودة في هذه المقاة الجغرافية والتركيا عليها أن تتعامل بشكل جدي مع تقدم هذه الميليشيات وتوجدها في هذا المكان هل ستقبل تركيا الآن في إطار خطة وقت إطلاق النار أن تبقى أن تبقى الأمور على ما هي ويبقى أن تبقى الميليشيات الإيرانية في هذه المقاة الجغرافية هذا سينعكس بشكل كبير على الداخل التركي على الطروحات التركية وعلى هذا الدعم الذي قدمته الآن أخشهاد اليوم الصباح كان فيه استطلاع للداخل التركي هل تثقون بروسيا في التعامل مع موضوع إدلب أكثر من 70% قال حمد روسيا المسؤولية إيصال الأمور إلى هذه النقطة لذلك الآن لابد أن نعرف ما الذي جرى من تفاهمات لابد هذه التفاهمات أيضا أن ترضي الداخل التركي طيب أريد أن أسأل أستاذ سمير إلى أين تتجه الأمور في سوريا شكل سوريا كيف سيكون من ناحية السياسية والجغرافية في المرحلة المقبلة بعد هذه الاتفاقات يعني أنا عندي قناعة أثم أنه سوريا لن تعود إلى ما قبل عام 2011 بغض النظر عن صعب من ناحية السياسية آه ليس من ناحية الجغرافية لا لا ليس من ناحية الجغرافية سياسية من ناحية السياسية شرية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 والنظام السياسي لن يبقى كما هو وكما كان سائداً قبل عام 2011 وكما تحاول روسيا والنظام السوري البقاء في نفس الصيغة ونفس الصورة أنا أعتقد أن هذين المعطيعين سوف يتغيران هناك حالياً ربما جهد سياسي تركي للدفع بالملف السوري نحو جينيف ونحو طاولة الحل السياسي الروس يريدون السيطرة على مدينة إدلب ودفع اللاجئين فقط للحدود والمنطقة الآمنة بحيث يقول بوتل أن نظام بشار الأسد نظام شرعي ويسيطر على كافة الأراضي السورية وقضى على جميع المنظمات الأرهابية لكن لا يستطيع أن يقول ذلك في ظل وجود أمريكي في شرق سوريا لا ليس حتى مع بقاء الدول السجهات روسيا لن تحارب الولايات المتحدة ولن تحارب تركيا في عفرين أو في درع الفراط أو في نبع السلام ولكن يقول أنكم قوات دخلتم سوريا غير شرعيين بغير موافقة الحكومة الشرعية الموجودة بدمشق على عكس القوات الروسية والميليشيات الإيرانية هكذا الزريعة القانونية التي سوف يتمسك بها بوتن ولكن سوف يذهبون إلى طاولة المفاوضات تكون على أطرافها الولايات المتحدة وتركيا ولكن يملك أوراق قوية جدا أنه لم يعد هناك معارضة مسلحة ولا تسيطر على أي منطقة معررة سوى اللاجئين المتواجدين على الحدود وتحت الحماية التركية طيب أريد قبل أن أعود إلى السيديو اللي أختم مع الأستاذ سمير صالحة أستاذ أحمد عميد أحمد بفضلك بدقيقتين أو أقل لحظت أنك تحمل رؤية غير متفائلة بالنسبة للموقف التركي في سوريا هل هذه القراءة وأرجو أن تصوب لي نابعة من موقف تركي متشكك من الناتو بمعنى عدم ثقة تركية بالحصول على الدعم الكافي من الناتو يعني تركيا جربت الناتو في عام 2015 عند أسقاط طائرة روسية وجدنا من أن هناك عملية تنكر وعملية تشكيك حتى بمكان وقوع الطائرة بمعنى أن الناتو لم يرد حتى في الأون الأخيرة قيل من أن الناتو يقف على حدود الدول الناتو ولا يدعم أي عملية عسكرية خارج الحدود هذه نقطة نقطة تالويات بالتحدة الأمريكية أيضا هناك الكثير من الشكوك والنقطة الفارقة يعني النقطة المؤسرة بالعلاقات التركية الأمريكية أن الأتراك لا يشقون بالأمريكان أيضا أضف إلى ذلك مشكلة الـ S400 التي تحدث عنها اليوم جيميس جيفري ويضاف إليها مشكلة الـ BKK والـ BYD بالنسبة للتشكيك بالدور التركي ليس تشكيك بالدور التركي أنا أعتقد أن الدور التركي كان يستطيع أن يقوم بأفضل من ذلك الأمر هناك نقاط قوة هناك نقاط ضغط كان يمكن أن تستثمرها تركيا يعني وجدنا من أننا بوتين أصر ولم يحدد موعد اللقاء حتى استعاد سراقب وأمن سراقب ثم وجه الدعوة للرئيس أردوغان أنا أعتقد كان الرئيس أردوغان أو القيادة التركية أو القيادة العسكرية قادر من أن تفتح جبهات أخرى قادر على فتح جبهة حلب الشرقية قادر على فتح جبهة الباب قادر على فتح جبهة الساحل المؤسرة لكن أيضا هناك نقطة قوية يعني مرت علينا ولم ننتبئ إليها من أن اليوم عندما تحدث وزير خارجي التركي على بنود الاتفاق قال جملة جديدة قال يحق لتركيا الرد على الخروقات سابقا كان يقول يحق للمعارضة السورية الرد على الخروقات اليوم تركيا تأخذ على عاتقها عملية الرد على الخروقات بالمجمل وأكتب بهذه الكلمة أستطيع أن أقوم ما سمعته اليوم من أن هذا الاتفاق انتصر به بوتين لكن أردوغان لم يزر طيب أشكرك أستاذ سمير بدقيقتين يعني اليوم تركيا غير واثقة بأمريكا كثيرا عندها خلافات مع أوروبا وفي المقابل لا تريد أن تتحول سوريا إلى قضية استنزاف للمجهود الحربي التركي في ضوء هذه المعطيات تركيا الآن في موقف ضعيف أم في موقف قوي لا أظن دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الأون الأخيرة بعد انطلاق عملية ضرع الربيع تحديدا والموقف الأوروبي الجديدة يعني قوت أكثر الأوراق التركية ويعني فرص المفاوضات التركية الروسية الرئيس التركي أردوغان في مفاوضته مع بوتين لكن هذا لا يمنع أن نقول أيضا أن واشنطن ما زالت حذرة وتريد من تركيا الكثير تريد منها نعم أن تنسق مع روسيا تجاريا اقتصاديا لكنها ترفض أن يكون هناك تنسيق استراتيجي أمني بين البلدين لذلك وجدنا اليوم مرة أخرى هذا التصعيد الأمريكي في موضوع صفقة صواريخ S400 ورفض أمريكي في تقديم وتسليم الباتريوت إلى تركيا في نقطة أهم الآن تركيا منذ بداية كان في عندها مشكلة أنه حاولت دائما أن تلعب ورقات اللعب على التناقضات الأمريكية الروسية وصناعت خط توازن تركي في العلاقات أنا برأيي الشخصي من خلال المتابعة هذه مسألة كانت صعبة الآن تزداد صعوبة وفي المرحلة المقبلة ستصبح مستحيلة لذلك دكتور سمير ليس لدى تركيا لا حلفاء استراتيجيين ولا إقليميين تركيا معزولة على الصعيد الإقليمي والدولي يعني ليس إلى هذه الدرجة ليس إلى هذا المستوى عندها حلفات عندها علاقات لكنها الآن مطالبة بأسرع ما يكون أن تطرح استراتيجية تحرك جديدة في علاقاتها مع روسيا وفي علاقاتها مع البيت المتحدة أشكر برأي شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختم هذه الحلقة في نهايتها أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو سمير نشار عضو الاتلاف الوطني السابق وسمير صالحة أكاديمي ومحلل السياسي التركي وعبر الشاشة من إسطنبول العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي شكرا لكم في حراسة الله وتوفيق اشتركوا في القناة